أكد أشرف غني خلال الفيديو أنه وعائلته موجودون حالياً في الإمارات وأوضح بعض التفاصيل قبل مغادرته أفغانستان قائلاً أنه قبل مغادرته أفغانستان كان يتفاوض مع طالبان بشأن تشكيل حكومة شاملة وفي الخامس عشر من أغسطس أبلغه الحراس المحيطون به أن مسلحي طالبان اقتربوا من القصر الرئاسي في طريقهم إلى وزارة الدفاع وعلموا أن قوات الأمن في القصر الرئاسي فقدت السيطرة على الوضع فقال أنه غادر أفغانستان لتجنب إراقة الدماء لقد كررت حركة طالبان وحلفاؤها في الداخل والخارج أنهم لن يختاروا طريقاً سلمياً طالما أنني لا أزال داخل البلاد في ذلك الوقت كانت المسؤولية على عاتقي فقد تقع حرب في كابل في أي وقت وقد يتم تدمير الشوارع والممرات في أي وقت تماماً كما حدث في سوريا واليمن ونفى غني في البيان أي شائعات عن هروبه بمبلغ ضخم من المال ودع الشعب الأفغاني إلى عدم تصديق الشائعات ذات صلة وقال أنه لا ينبغي الحكم عليه باستخفاف دون معرفة التفاصيل بالنسبة لأولئك الذين علقوا علي وقالوا إنني خنت أفغانستان وهربت أود أن أخبرهم أنه إذا كنت لا تعرف تفاصيل المأساة بأكملها فلا تصدر أي أحكام مسبقة ولا تصدق الكلمات مثل لقد خانكم الرئيس الأفغاني وقال غني إنه يدعم أجهود السياسية التي يبذلها رئيس اللجنة العليا للمصالحة الوطنية الأفغانية عبدالله عبدالله والرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي وأنه يتفاوض ويتواصل مع جميع الأطراف بشأن العودة إلى أفغانستان ليس لدي خطة للهروب أنا أتفاوض للعودة إلى أفغانستان وسأستمر في العمل من أجل السلام والعدالة